بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله هنتكلم على بروبلم اتنين واحد وعشرين بيقول لي ايه بيقول لي عبارة عن ال اشارة الدخل مع السيستم طيب بس هنا احنا متعودين ان هو يديني دايما ال ارقام المرة دي مدهم لي كسجنة مكتوبة زي كده فالاول انا عايز اترجمهم انا عايز اترجم عشان اطلع دي سيكوانس واطلع دي سيكوانس عشان اقدر ان انا ايه احل المسألة طيب ال x of n بتاعتي عبارة عن ايه والله قال لي عبارة عن u of n زائد واحد ناقص u of n سالب اربعة سالب دلتا n ناقص خمسة طيب الكلام ده يعني ايه يا بش مهندس تعالى نرسمهم كده بالروح احنا عارفين ان اتنين u of n معناها ان هي ريكتانجولر يعني محدود من الى طب فاهمني اكتر بش مهندس تعالى نرسم بالروح عشان نطلع السيكوانس بتاع u of n دي والله u of n دي معناها ان هي البداية من سالب واحد بعكس الاشارة وممتدة الى المالة نهاية قيمتها بواحد اللي هو المعامل بتاع u يعني معناها الاشارة بتاعتي اعمدة كده عند السالب واحد عند الصفر عند الواحد عند الاتنين عند التلاتة عند الاربعة خلاص ممتدة الى فين الى المالة نهاية بش مهندس قيمتهم بكم قيمتهم بواحد طيب التانية دي التانية دي البداية بتاعتها من كام من عند اربعة من اربعة قيمتها بسالب واحد قيمتها بكم بسالب واحد يعني عند الاربعة كده اعمل عمود وعند الخمسة وعند الستة وعند السبعة كل دولة قيمتهم بكم يا بش مهندس بسالب واحد وممتدة الى المالة نهاية يعني معناها يا بش مهندس ان والله من عند الاربعة دي الواحد هيروح مع السالب واحد وعند الخمسة الواحد يروح مع السالب واحد وهكذا كل ده مش يا بش مهندس طيب بيئي لي ايه يا بش مهندس بيئي لي هنا عند كام عند الخمسة عند الخمسة في دلتا قيمتها بكم بسالب واحد يبقى عند الخمسة هنا في عمود تاني هنا قيمته بكم بسالب واحد خلاص تعالى نكتب الكلام ده كده الاكس اف ان بتاعتي قيمتها بكام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة والصفر بتاعي فين هنا اهو يبقى الخمس اعمدة دول طب نيجي عند الاربعة لا والله هيا باش موانس عند الاربعة العمود بالواحد وعمود بسالب واحد روح مع بعض يعني ديني صفر طب نيجي عند الخمسة العمود اللي بالواحد روح مع السالب واحد اللي هو بالاسود بقيلي اللي بالاحمر يبقى ينكتب سالب واحد طب بعد كده باش مواندس كل واحد في عمود بالازرق روح مع الاسود عمود بالازرق روح مع الاسود يبقى خلاص مع السلامة كده باش مواندس يبقى انا ترجمت الاشارة بتاعتي الجزء الاولاني ده الداني الخمس اعمدة دولة اللي هي من سالب واحد الى ثلاثة قيمتهم بكام قيمتهم بواحد والدلتة بتاعتي اللي هي كام قيمتها بسالب واحد عند كام عند الخمسة دي معناه وطبعا العدة اللي عندها الاربع ما ينفعش ان احنا نعديها فنحط مكانها مكانها صفر يبقى ده السيكونس الاولاني بتاع ال اكس اوف ان طب نيجي على ال اتش يا باش مهندس تعال نترجمه كده ال اتش اوف ان عبارة عن ايه قال لي يو اوف ان زائد اتنين سالب يو اوف ان سالب ثلاثة مضروبة في دلة تانية اللي هي عبارة عن ثلاثة سالب ابسليوت الان والله دي يا باش مهندس دي عبارة عن دلة هنعوض فيها طب نعوض فيها بكام اللي موجود هنا ده ده اسمه منطقة العمل ليه لان والله الاشارة دي شغالة من سالب مالة نهاية الى مالة نهاية طب دي اللي هتحددلي هي شغالة في منطقة من كام لكام يعني اعوض هنا عن الان بكام الحدود هتطلعلي من الاشارة دي خلاص الطاب الاشارة دى تطلع لي منها الحدود ما دي زي اللي فوق دي معناها ان الاشارة بتاعت każdy من عند السلب 2 قيمتها بواحد سالب 1 0 1 2 3 الى الم mà la نهاية طاب التانية دي من عند كمяли من عند التلاتة قيمتها بكم بسالب 1 وممتدة الى الم will نهاية يعني والله الاشارة بتاعته هتاخد الفترة دى بس لان الفترة اللي بعد كده قل لها قيمتها بأصفار واللي قبل كده قيمتها بأصفار معناها ان الدلة بتاعتي اللي هي 3 سالب أبسليوت الان دي شغالة لما اهون الان بتاعتي بتساوي كام سالب 2 وسالب 1 وصفر وواحد واثنين اللي هما الخمس عداد دولار بس تمام يعني ايه يا بشوهندس يعني والله اجا اقول لك ان الاتش وفي ان بتاعتك بتساوي اعوض بسالب 2 لما عوض هنا بسالب 2 طبعا الابسليوت دي معناها ان القيمة السالبة حتوبة مجابة يعني 3 سالب 2 تديني كام تديني واحد يا بشوهندس طب عوض بسالب 1 3 ناقص 1 تديني 2 طب عوض بالصفر يديني 3 طب عوض بالواحد 3 ناقص 1 يديني 2 طب عوض بالاثنين 3 ناقص 2 يديني 1 يبقى دي الاشارة بتاعتي طب هل هي شغالة في فترة غير كده لا يا بشوهندس خلاص لان دي كلهم حيدوني كام حيدوني اصفار واللي قبل لتسارب اتنين اصفار دي عرفتهم منين من الليون خلاص يبا انا هنا بشوهندس ارجع 1 1 1 1 1 5 وحاية صفر سالب واحد والسهم بتاعي هنا اهو اقدر اعمل لهم او يا بشوهندس اقول له ان ال y of n بتاعتك عبارة عن ال x of n convolution مع ال h of n طب احط مين الاول يا بشوهندس والله اي حاجة بس عشان ما نيبقاش عندي اصفار كتير تعالى هنحط مين نحط دي اللي فوق و دي اللي تحت تمام طيب تعالى نرسوهم كده بعناية هنحط واحد اتنين تلاتة اتنين واحد احط الصفر زيهم احط الصفر لل x بتاعتي تحتهم بالزبط يعني ابدأ احط الصفر بتاعي فين هنا يبقى واحد 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 صفر سالب واحد طب دي زيادة تلاتة يا بشوهندس والله التلاتة دولت هزودهم اصفار ادي صفر ادي اتنين ادي تلاتة طب واحد عكاسهم مش هتفرق معايا بس المهم ان يكون الصفر تحت الصفر الصفر هنا عند التلاتة والصفر هنا عند الواحد التاني ده يبقى الاثنين تحت با هبدأ اضرب ضربة عادي بقى بشوهندس السالب واحد لما ينضرب فوق يديني يا بشوهندس يديني صفر 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 ينضرب هنا يديني كل القيم دي بس بالسالب يعني يديني سالب واحد سالب اثنين سالب تلاتة سالب اثنين سالب واحد اجي اضرب الصفر هحط صفر الاول وبعد اضرب الصفر يديني يديني صفر 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 ص اصفار بتاعتي اهم. واحد اتنين تلاتة اتنين واحد. لنه طبعا كل الواحد مضروف هنا يديه نفس القيم. ازود الاصفار واحد اتنين تلاتة اربعة. وبعدين صفر صفر صفر. واحد اتنين تلاتة اتنين واحد. تمام? عندي خمس اصفار. طب واحدة لخبط لا والله دولت سبع حدود. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع. يبقى دولت لازم يكونوا سبعة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى افضل لي كمان واحد كمان. صفر صفر صفر. واحد اتنين تلاتة اتنين واحد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ستة اصفار. اللي هو الواحد الاخير ده نضرب هنا يديني ثلاثة أصفار بعدين واحد اثنين تلاتة اثنين واحد جمع بقى باشواندس هنا يديني واحد هنا يديني تلاتة هنا يديني ستة هنا يديني تمانية هنا يديني تلاتة ستة ديني تسعة هنا يديني ادي خمسة سبعة تمانية طيب هنا السلب واحد ده راح مع الواحد هتديني خمسة طيب هنا ده يديني واحد طيب هنا تديني سلب اثنين طيب هنا تديني سلب اثنين هنا تديني سلب واحد هنا تديني صفر 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 ابدأ اشوف الاشارة بتاعتي بقى باشواندس بدأت من كام وانتهت عند كام اللي هي الايه الجدول بتاعي بتاع الستارت والان فاحنا عارفين طبعا ان هنا بنكتب الستارت وهنا بنكتب الانت الاشارة الاولى استارت من عند كام من عد السالب اثنين وانتهت عند كام عند الاثنين الاشارة التانية باشواندس بدأت من عد السالب واحد وانتهت عند كام هنا سلب 1 0 1 2 3 4 5 يبقى عند الخمسة يعني الخارج بتاعي المفروض يكون بادئ من السلب 3 ومنتهى عند كام عند السبعة باش مهندس دي لستارت والإند بتاعتي يعني أقدر أقول له أن الوايو في إن بتاعتك اللي هي عبارة عن الواحد والتلاتة والستة والتمانية والتسعة والتمانية والخمسة والواحد والسالب 2 والسالب 2 والسالب 1 يبقى هنا بدأ من عند السالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2 3 4 5 6 7 يبقى أنا تمام كده باش مهندس يبقى ده الخارج إيه الخارج بتاعي زي ما أنا عايزه طب واحد قال لي عايزين نعمل تشيك هجيبي السمشن للإكس وسمشن لمين للواي وسمشن للإتش وسمشن للإكس إتش مضروبين في بعض خلاص وهل أشوف أن اللي طلعلي ده هل هو بيساوي السمشن بتاع الواي ولا لا طيب تعال نجمع كده تعال نجيب سمشن الإكس الإكس بتاعتي أهي عبارة عن واحد 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 صفر سالب واحد ده يروح مع ده يعني يديني أربعة يبقى السمشن بتاع الإكس بأربعة طيب السمشن بتاع الواي أهو هادي تلاتة ستة ستة وتلاتة تسعة يبقى ده بتاع الإتش يا بش مهندس تسعة طيب بتاع الواي بالكامل يا بش مهندس هادي عشرة طمانتاشر طمانتاشر سبعة وعشرين سبعة وعشرين وتمانية يبقى خمسة واربعين خمسة واربعين خمسين واحد وخمسين واحد وخمسين واحد وخمسين واحد واربعين تاني كده هادي عشرة طمانتاشر طمانتاشر وتسعة سبعة وعشرين سبعة وعشرين وتمانية 35 35 35 35 أدى 40 41 41 نطرح من هم 5 يديني كام 36 تمام اروح اضرب الاثنين صمشا في بعض خلاص اللي هو صمشا لايه دي المفروض هنا صمشا اضرب الصمشا بتاع الاكس مع الاتش اربعة في تسعة يديني كام 36 وهي فعلا بتساوي من الوي بتاعتي يبنا تمام خلاص يبنا التشيك بتاعي تمام